كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان سؤال يتردد بين الناس وهو بعد انتهاء رمضان ماذا استفدنا وتعلمنا من دروس وعيضات وعبر أي نعم سؤال وجيه لأن رمضان لا ينبغي أن يمضي هكذا وينتهي ونسدر الستار وإنما هو مدرسة وجامعة ومركز للتكوين والتعليم والتهديب والتربية لابد أن نكون قد استفدنا الكثير من هذا الشهر الفضيل فماذا استفدنا أولا ينبغي للمؤمن أن يتعلم من رمضان تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى فلما سمعنا بأن رمضان عبادة عظمنا هذه الشعيرة وأقبلنا بكل حيوية على الصيام والعمل الصالح ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فعلى المؤمن أن يتعلم تعظيم شعائر الله وقد تعلمناها ولله الحمد من رمضان كذلك الاستجابة لنداء الله فنحن لما سمعنا بأن ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا هذا الصيام مجرد أن أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بزوغ هلاله حتى رأينا كل المسلمين يستجيبون لنداء الله بدون تردد بدون جدال بدون نقاش وهذا أيضا من الدروس التي يبغي أن نتعلمها أن نسرع في الاستجابة لنداء الله عملا بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فكل ما يدعو إليه الله تعالى وما يدعو إليه رسوله الكريم هو حياة للأفراد وللمجتمعات وللأمة بأسرها أيضا استفدنا من رمضان الشعور بمراقبة الله وبمعية الله فكنا نصوم ونتقل لها في السر والعلن قد يكون الواحد منا يشعر بالجوع والعطش ويدخل إلى بيته ما في كاميرات مراقبة ما في أحد يراقبه عن قرب أو عن بعد ولكن يستشعر رقابة الله فيمتنع عن الأشياء التي حرمها ربنا عز وجل وهذا الأمر ينبغي أن يبقى معنا دوما وأبدا فربنا يقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فحتى خلاجت النفس وحتى الخواطر الدهنية ربنا يعلمها وتعلمنا في رمضان أن نستشعر مراقبة الله وخشية الله كذلك تعلمنا أيها الأحباب الكرام الشعور بحلاوة العبادة فالناس كانوا مقبلين في رمضان على الصيام وعلى القيام وعلى مختلف أنواع العبادة ونحن فريحين مسرورين وهذا من علامة الإيمان فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سرته حسنته وسأته سيئته فذاك هو المؤمن فكنا فريحين لما نقوم بأعمال صالحة في رمضان ونشعر بالسعادة وإذا فوتنا علينا فرضا أو فضيلة أو نافلة نشعر بالإساءة وهذا أيضا من دروس المباركة التي تعلمناها في رمضان استفدنا أيضا بعد الصيام المحافظة على الصلاوات الخمس فكنا نحرس في رمضان أن نصلي الصلاوات في وقتها رغم أن هناك انشغالات وهناك أعمال وهناك تجارة وهناك مهمات مختلفات ولكن إذا جاء وقت الصلاة ترى المسلمين والمسلمات كلهم يهبون لأدائها في الوقت المناسب وهذا ينطبق على قول ربنا عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب كنا نرى في رمضان المتاجر والأسواق الناس عند رفع الآدان يتوقفون لأداء الصلاة في الشركات في الإدارات العمومية الناس كلهم يهبون لأداء الصلاة كلما سمعوا النداء حتى تاركي الصلاة في غير رمضان صاروا يصلون وكنا نرى النساء حتى من لم تكن تلتزم حجابا تضع في حقيبتها جلبابا ومنديلا فإذا جاء وقت الصلاة بسرعة لبزت الجلباب وتسترت بالمنديل وأقامت صلاتها فهذا شيء جميل تعلمناه في رمضان حبد لون واضب عليه حتى خارج رمضان تعلمنا من رمضان الاكتار من الدكر والاستغفار بالأسحار فكنا نسهر في وقت متأخر من الليل تجد الواحد مننا التانية والثالث صباحا لا زال مستيقضا طبعا ليس دايما يتابع التلفاز ويتابع أشياء أخرى فيها له وترفيه ولكن يأخذ نصيبا من وقته للدكر والاستغفار والدعاء وهذا أيضا ينطبق على أهل الإيمان واليقين وربنا وعد المؤمنين فقال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم هؤلاء هم المتقين الذين وعدهم الله تعالى بجنات تجري من تحتها الأنهار أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون في الليل تجدهم يأخذ النصيب من الدكر والاستغفار والدعاء وبالأسحار هم يستغفرون في جوف الليل ترى المؤمنين والمؤمنات يستغفرون المولى عز وجل وخصوصا استمتعنا كل ليلة هناك مؤمنين ومؤمنات كل ليلة يأخذون نصيبا من الليل طيلة رمضان وهم يصادفون النور الإلهي لما قال ربنا عز وجل أو قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له هل من صاحب حاجة فأقضيها له من يتوب بين يدي فأتوب عليه فكذا الناس في رمضان يقومون الليل ولو سويعة ويصادفون هذا الثلث الأخير من الليل فحقيقة كنا في حضوة كنا في نعيم وعلينا أن نستمر ولو بين الفينة والأخرى أيضا استفدنا من رمضان أنه توتضت صلتنا بالقرآن الكريم لأن القرآن الكريم هو بفضله ربنا شرع الصيام وبفضله ربنا شرع القيام ونحن مأمرون بأن نواضب على تلاوة القرآن الكريم في كل وقت وحين ربنا يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور فأول مبادئ التدي هو تلاوة القرآن إن الذين يتلون كتاب الله لما تتلو كتاب الله تعالى ولما يمتلع قلبك وصدرك وروحك بنور القرآن تقوم للصلاة وسوف تؤتي الزكا وسوف تبادر للأعمال الصالحات وهذه كل تجارة مع الله يرجون تجارة لن تبور لأن كل تجارة في الدنيا ستبور وقتها محدد وتزول إلا التجارة مع الله تعالى تبقى باستمرار استفدنا في رمضان أيضا جمالية الاجتماع حول الدروس الدينية فإن وسائل الإعلام المغربية من تلفاز ومحطات فضائية وميدياع وغيرها كانت مليئة بالدروس الدينية بل حتى مواقع التواصل الاجتماعي شهدت حركة دؤوبة ووسعة جدا للدروس الدينية في رمضان شارك فيها علماء وفقهاء ومحدثون وشارك فيها الصالحون والصالحات والطيبون والطيبات وربنا سبحانه وتعالى جمعنا على نور العلم فاستفدنا في رمضان أننا نبقى متصلين بالعلم لأن فيه الحكمة ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب استفدنا من رمضان أن نمسك ألسنتنا وأعيننا وبقية جوارحنا عن المحرمات درس مهم جدا أننا كنا نمسك اللسان إلا على ذكر الله كنا نغض من أبصارنا كنا نغض من أسماعنا كنا لا نطلق العنان لجوارحنا تفعل ما تلهو وتشكه لهذا كان ربنا سبحانه وتعالى يباركنا وعلينا أن نستمر في هذا الخلق الكريم لأن ربنا عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب علينا أن نبقى بعد رمضان نمسك ألسنتنا وأن لا نطلقها إلا فما يرضي الله وسيدنا النبي كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نتعلم ونحن مقبلين في الأيام المستقبلية على حركات وعلى أنشطة وعلى انتخابات وعلى مجموعة كبيرة سوف يرتقب أن تشهدها حياتنا العامة فعلينا أن نمسك لساننا ولا نخوض في الجدال إلا ما فيه منفعة وفيه مصلحة وفيه خير واستفدنا كذلك من رمضان أننا كنا فيما بيننا نتعاون ونتضامن في خدمة المسلمين ونتنافس في الأعمال الخيرية فرمضان الحمد لله كان مدرسة عظيمة الناس كلهم كانوا يتنافسون في الخيرات الأغنياء والمتوسطي الدخل وحتى الفقراء الكل يجري وكل يساهم ولو بالقليل لتنفيس الكرب عن المؤمنين وهذا خلق مبارك يساهم في خلق مجتمع التكافل والتضامن والتراحم ويكفينا شرفا أن نطبق قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب الآخرة ومن يسر على مؤمن يسر الله عليه في الآخرة ومن ستر مؤمنا ستره الله في الآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه لقد طبقنا هذا الحديث بمضامينه في رمضان كنا نرى الحمد لله الأجواء طيبة والناس متضامنون والناس متعاونون وبعضهم يستروا بعضا وبعضهم يعينوا بعضا فهذه دروس طيبة تعلمنا في رمضان حبدة لو أننا نستمر نستمر على هذه الأخلاق ونستمر على هذه السلوكات ونستمر على هذه العبادات والعادات حتى بعد رمضان أكيد أن حياتنا ستصير أفضل وستصير أكرم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بنور الإيمان وأن يتقبل منا هذا العمل الصالح قولوا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم